كمان وصل غزل المحلة وصل كاس مصر ست مرات وده عدد كبير نقف هنا بس ان الحظ ما اسعفوش ان هو كسب الكاس كذا مر عايز اقف عند كاس مصر هنا بس انا في حالة لغبطة اليومين دول يعني انا مبارح سمعت حديث للصديق العزيز كابتن عامر حسين كابتن عامر حسين صديق عزيزه وكان مزاملني فترة في نادي الكوروم زمان في الثمانيانت اول الثمانيان كابتن عامر حسين بسؤاله عن كاس مصر وانا كاس مصر في لغبطة كاس مصر زي ما حضراتكم معارفين من السنة اللي فاتت لسه ما بتكمالش فيه بعض المباريات لسه نقصة 3-4 مباريات الموسم اللي احنا فيه دوت ابتدت الادوار التمهدية لكاس مصر كويس؟ ابتدت الادوار التمهدية لكاس مصر والكاس اللي فات لسه ما خلصش في حاجة جديدة قريتها ان في حاجة اسمها كاس رابطة في شهر يناير كاس الربطة في شهر يناير الجاي كالبال حضراتكم كاس الربطة مسؤولة عنها ايه رابطة الاندية كويس كاس مصر مسؤولة عنه ايه عنه مين احنا مش عارفين طيب كاس مصر مسؤولة عنه اتحاد الكرة كويس قوي الادوار التمهدية اللي تلعبت دلوقتي ولسه كاس مصر اللي فات ما انتهاش ده مسؤولة مين هو اللي عمل ادوار التمهدية ديت والمبارات ديت كانت الربطة ولا كان اتحاد الكرة طيب كاس مصر ده من اقدم من اقدم المسابقات المصرية بدأ سنة 21 وطبعا المسمى كان غير المسمى ولكن هو المسمى دلوقتي باسم بلدنا الغالية مصر باسم بلدنا الغالية مصر كاس مصر اقدم بطولة في مصر ايه الكاس اللي فات ده ايه يعني عافى عليه الزمن ولا ايه احنا مش عارفين يعني عايزين حد يطلع يقول لنا كاس مصر اللي فات ده هيتكمل ولا مش هيتكمل لان الكابتنا عامر حسين قال ايه احنا مناش دعو به ما فيش وقت ان احنا نكمله كان ليه اقتراحات ما اتخذتش بيها ولكن هو قال احنا مناش دعو احنا عاملين كاس جديد اسمه كاس الرابطة بينما المسابقة مسابقة كاس مصر السنة دي بدأت فيها الادوار التمهدي عايزين نعرف بس هو ده يعني تحاد الكوره هو المسؤول ولا رابطة الاندية هي المسؤولة وازاي هتعمل كاس للربطة قبل كاس مصر السنة اللي فاتت ما نكمله السؤال بس كده على ايه على السريع